موسيقى 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 السلام عليكم كنتمنى تكونوا بخير والاخير والصحية تكون جيدة ان شاء الله وتما تشاهدوا هاد الفيديو ديال اليوم اللي كيفما تشاهدوا معايا مفيش الكوزينا وكذلك مخينيش شي هوات اليوم قررت انني تصور هاد الفيديو ونشارك معاكم بعض المنتجات اللي انا كنستعمل شخصيا ولي منتجات غزالين اللي هما ديال اوغي في العم شي حاجة اللي زوين او اللي غننهضر عليها بزاف اللي هي واحد لقام اللي وفقاتني يعني كتتتصفي الوجاه كتتعطي النظرة في الوجاه كتحيد البوقع البنية وكتتساعد على الترطيب بالنسبة اللي عنده البشرة جافة بحالي انا بشرتي جافة وكننعاني من منتقشار وهذا بالنسبة اللي بشرتهم جافة بحالي غزالة بزاف بزاف خليكم معايا مش مشوفين خليكم معايا حتى الاخر ديال الفيديو ونبدأوا باول حاجة اللي هي لقام كيف ما قلت لكم هاد لقام هادي اللي هي اوبتيمال اللي صراحة زوينة وخير بقى نشكر فيها حتانية زوينة بزاف بالنسبة لهاد الكريم هاد الكريم هاد ديال الليل يعني كنديرها بالليل باش كنبغي نعز اول حاجة كندير اقصص في وجهي بواحد الغاسل الخاص بهد هاد لقام انا مصورتوش حيث ما بقاش متواجدة عندي قنا سلبي هو اللول عادة كندين هاد لقام نحاول ندير هاكا الماساج وكنتجنب المنطقة ديالعين ما كنقيصه هاش كذك تعرفو كش threw منطقة حساسة يعني ممكنش ان نقرب لها هكال بالنسبة كيف تشوفوا معي هنا في الفيديو راح فيها تبارك الله القريعة بخاتبة صغيرة راح فيها خمسين ميل بحل هكاك يعني تبارك الله راح هازة انا هي فتحتها لكم هكا باش تشوفوا كيفاش من الداخل يعني خدامة فيها صراحة زيانة عزوينة بزاف كي قلت لكم اللي كيعاني من البشرة الجافة اراها غزالة يعني عتقول وداعا لتقشار ديالوجه وبنسبة لهاد الكريم التانية هي ديالنهار كذلك فش كان في قف الصباح كان اغسل وجهي كان اغسل وجهي بشوبوا ديالوجه كان قلت لكم ما راح تسالة ديال من بعد كان دوز عليه المونة الشيطرة وغنوري لكم في الفيديو كان ديال رفقتن ودوز على وجهي عادة كان هادلها كريم سوف نخليها على وجهي ونخليها نهار كامل حتى كان بغنس عادة كان نغسلها وكان دقي على العملية يعني كان دوما هادية يعني ما تملوش منها الوجه كيتصفها كيتنقها ما كيبقوش البوقها اذا كنت داكينا كيبقوش لكم تقشارة ديالوجه ما كتبقوش تعانيهم من البشرة انها تكون البشرة جافة واندوزوا البنات السيروم السيروم تهو زوين بزاف بالنسبة لطريقة الاستعمال ديال السيروم كم نديرو جوج ديال المراز مره بصباح كذلك مره بالليل وكذلك كنجنبو المنطقة ديال العين حيث كتكون حسة كيف ما كتعرفو ما كتنقربوش لها اي حاجة كتجنبوها وكيبقوش لكم هاد الاغام اللي بناش راه زوينة بزاف يعني بالنسبة لبنات اللي هكا بشرتهم لون ما موحدش عندهم بقع بنية راح كتفتح لون ديال البشرة كذلك كتقلل من ذوك البقعة يعني الداكينا قتعزز النظارة ديالوجه هاد الاغام زوينة بزاف انا شخصيا وفقتني بالنسبة انا عندي كيبقوش لكم بشرتي جافة بزاف كنعاني من جفاف ديال البشرة هرا وفقتني وبالنسبة رايستيعملها اللي بشرته جافة واللي بشرته دوجنية وهذا البنات هادا كرام ديال خاص تحت العينين لسر او الدوارة ديال العين كاملة كنديرو تحت عينيها كامل ونفق جفن ديال عينيها كنديرو واحد مصج خيف كيف كنت لكم بقبل بانا كتكون المنطقة حاول العين كتكون حساسة بزاف يعني كتبغيو تديرو اكخيم لها كتدوزو ايديكم شوية كتحاولو تديرو واحد مصج اللي هو خفيف صراحة زوين كيقلل حتى من التجاعد زوين بزاف هاد الاكخيم هادا وندوزو المنشط المنشط ديالوجه صراحة الله هاد المنشط ما كنديروش انا بزاف كنحاول متفاداه ولكن كيف قلت لكم تهوزوين غي انما انا ما كنديروش بزاف كنديرو مره واحدة في النهار فقط هكا فاش كان غسلو وجهي بشامبوان الخاص غير سمحوا لي يا حيث ما بقاش عندي القرعة ديالو باش نصورو فاش كان غسل بيه هو اللول كنشد هاد المنشط كنديرو في واحد القطن كندوزو هكا على وجهي من بعد عادة كندير الكريم ديال الصباح او لا الكريم ديالليل وهذه هي العقام ديال امتيمال اللي وريتكم اليوم كنتمنى يعني هاد الفيديو اللي سجلت لكم اليوم يعجبكم ولعجبوكم فيديو واش في حلقة نبقى ننزل لكم فيديو واش يعني مغيرين على الكوزينة وندوزو نهضر لكم على هاد القوماج وشامبوان ديالو جه صراحة اش هنقول لكم هاد راه طب ديال الطب انا كنهضر بالناس اللي بشرتهم منجافة راه ما تبقوش تعانين منجافة في ديال البشرة بالنسبة لهاد القوماج مع الشامبوان ديالوجه كان عندي حتالة كريم تاوتالة ليا بالنسبة القوماج كنا نديرو هكا مرة في ثلثيان كندير قوماج ديال وجهي زوين بزاف كننفزق وجهي شوية بشوية ديال الماء كنناخد شوية من هاد من هاد القوماج كيب كتشوفوا معي القرعه هنا يا راقعي بتسهلي بقى فاغي شوية وكندوز هكا مصاج على وجهي كنقومي يعفوان وجهي وكنتجنب منطقة ديال العين راه هزوين بزاف هاد القوماج البنات ديال الالويفيغا صراحة جربوه وخان بقى نشكر لكم فيه اما تبقوش تعانين منجافة ديال البشرة او منتقشار ديال الوجه ميبقاش يبال لكم الوجه ديال الويفيغا كيف قلت لكم كندير هاد القوماج من بعد كنغسل وجهي بغاسول ديال الوجه الشامبوان اللي هو هاد هاده هو ديال الويفيرا ممكن لا بغيتوا ما تديروش القوماج تجنبوه هذا عوض صابون راهزوين بزاف الوجه كيبقى الوجه رطب كسبقوش تحسو بالوجه ديالكم بان هكا حرش او مقشر صافي من بعد كنغسل بيه عندي الكريم كيف قلت لكم غيد سالت ليه كندهن بيها وجهي باش يبقى ليه وجه ها كرطب او بالنسبة لهاد القوماج مع الشامبوان ديال الوجه راهزوينين جربوهم وعلى حسابين ما ما غدش تندمو عليهم خاصة سلي البشرة ديالهم البشرة جافة وننظر لكم على هاد الكريم هادي اللي هي واحد الكريم زوينة بزاف هي ديال الجسم كامل هكا بعد الحمام كندهنوا جسم ديالكم كامل صار حزوينة عن تجر وبزع يعني ماشي جيت وكان هدار ولا يعني هادو الكريم اللي انا مفضلين عندي وانا اللي كنستعملهم واللي حاجة زوينة كسبقا رائحة اول شي رائحة زوينة في الجسم والترطيب وتبارك الله راه فيها راه قرعة راه كبيرة وخاكتبها صغيرة راه كبيرة كبيرة كيمكن تشوفوا معايا انا راه كنستعملها زوينة فيها ترحة زوينة وكتعطيها الترطيب في الجسم غزال 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 بزاف واندوزوا الكريم التالي اللي هو هادا كريم ديال ايدين يعني هكا يعني هكا يعني هكا يعني شاحبين وهذا من مر هكا نغسلوا مميعان ولا كنشقى ولا أخذينا دوش ولا ندهنوا هكا ايدينة فيها واحد الريحة اللي زوينة بزاف ويعطيت ترطيب بزاف للدين صراحة يقول لكم وخرا نبقى نشكر لكم هادا المنتجات كاملين زوينين زوينين بزاف بزافة البناس وحتى هادا شهو كريم كنديرو لديها هادا وجوش ديال الكريم لكنستعمل الترطيب ديال اللي يدين ممكن تستعملوه محتى لكذلك الرجلين واندوزوا البنات للطالك كيف كتشفوا معي القرعة صراحة الله هاد طالك زوين بزافة البناس ديال اللوز مجدوز فيه ريحة غزالة فيها كيف تشوفوا معي فيها 400 كرام راقة راحة بزافة كبيرة غيكة صغيرة في تصوير هاد طالك البنات يديروه الجسم كامل زوين بزاف لا من الريحة لا من كل شي غزال زوين بزاف واللي عجبني فيه انه يعني فيه كمية كثيرة مشي ديالت سالة واندوزوا لهاد المرتب ديال الشيفاه اللي وخا نبقى نشكور تنعية خاسكم تاخدوه وتجربوه راه زوين بزاف لمن الريحة اللي غزالة كذلك الترطيب ديال الفم كيبقاش مقشر وكذلك كيعطي واحد اللون في الفم اللي زوين لون طبيعي صراحة الله زوين زوين بزاف وهادو هما المنتجات اللي انا كنت تعمل شخصيا كنتمنى يا ربي هاد الفيديو يعجبكم وما تنسوش تخليوا ليه جام تخليوا ليه التعاليق زوينة ديالكم اي تساؤل مرحبة خليوا ليه التعاليق واللعجبكم فيديو ما تنسوش كذلك نقول لكم مرة اخرى دير الجام كشوك تشوفوا اول مرة القناة تشتركوا فيها فضلا وليس امرا وفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما للجديد واللعجبكم هاد الفيديو نبقى نحط لكم هكا فيديوهات اخرين ونقول لكم الى فيديو اخرين ان شاء الله السلام عليكم موسيقى